بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور محمود حسين من قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد لاستكمال كورس الفاونديشنز انجينيرينج وان إن شاء الله النهاردة هنبتدي في شابتر ثري اللي هو الايزوليتد فوتينج ومن أول شابتر ثري هنلاقي إن احنا هنبتدي في تصميم الأساسات السطحية المختلفة في شابتر فور وفايف وسيكس وان سون والنهاردة إن شاء الله هناخد أول جزء في شابتر ثري اللي هو الفاونديشن ديزاين كونسيدراشن إيه الفاكتورز اللي لازم إن احنا ناخدها في الاعتبار في اختيار نوع أساسات المبنى يعني أنا دلوقتي عايز عندي مشروع وعايز أوجد الأساسات بتاعته أو أحدد النوع بتاعه في بعض الاعتبارات اللي لازم تكون محطوطة في دماغنا وفي لازم يكون عندي حاجات given أقدر أبتدي أحدد نوع الأساسات اللي هستخدمها أول حاجة طبعا الفاونجشن أوف لستراكشور يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي بتكلم على بعمل خزان غير بعمل مثلا مبنى سكني غير ما بعمل مثلا فريم بتاع استاد يعني فيه وظيفة لكل منشأ مختلف فلازم أعرفه عشان أحدد نوع الأساس النقطة الجوهرية التانية اللي احنا لازم ناخد مهم جدا ناخد احتياطاتنا جدا فيها اللي هي اللودز فروم زي ستراكشور والأحمال اللي بتيجي من الستراكشور دي بتيجي من المهندس اللي هو الإنشاء بتاع الخرصانة لازم أعرف هل هو مدييني الأحمال ديت أحمال Ultimate ولا أحمال Working وتوزيع الأحمال على الأعمدة إزاي؟ يبقى دي النقطة الثانية النقطة الثالثة ودي اللي اتعرضنا لها في الشابطر السابق اللي هو Peering Capacity of Foundation Soil وقدرة تحمل الطربة ديت دي زي ما احنا اتعلمنا في الشابطر الثاني بيجي من تقرير بتاع الجسات بتاع الصويل بيحدد لي قولي Innet Allowable Peering Capacity بتاع الصويل كام عشان أبتدي أصمم أو أختار نوع الأساس النقطة الرابعة Total and Differential Settlement of Foundations اللي هزم أخلي بالي جدا لما أجعل الأساسات بتاعتي الهبوط الكلي بتاع الأساس ولو كان عندي الأساسات مرتبطة ببعض عايزة أعرف الهبوط الماكسمم والهبوط المينيمم عشان أقدر أجيب منهم الDifferential Settlement واتطمن إن ما يحصلش الDifferential Settlement غير مسموح بيؤدي إلى انهيار المبنى النقطة الخمسة إن احنا لازم نرعيها فيه اختيار الأساسات والتصميم الUplift Forces Acting on the Foundation طبعا لو أنا بتكلم على مبنى وبعدين عندي هنا مثلا فيه Rift Foundation تحت الأرض وبعدين فيه عندي هنا منسوب مياه أرضية فطبعا زي ما انت خدت فيه في Soil Mechanics إنه ممكن يحصل Uplift هنا فعايزة تطمن يعني الأساسات ما تبقاش موجودة هي الأحمال الرأسية بس ده ممكن تكون كمان الأحمال الجاية من Uplift ده المية والنقطة برضك المهمة جدا اللي لازم تخلي بالك منها اللي هي القاصس أو التكلفة يعني ما يبقاش مثلا عندي منشأ ممكن أعمل فيه أساسات منفاصلة Isolated Footing وتروح أنت تقولي لأ ده أنا هعمله كله إيه Rift عشان أوفر الوقت لأ أنت كده وفرت الوقت لكن التكلفة بتاعتك اللي حصل التكلفة زادت فدي الاعتبارات اللي احنا لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا بنصمم الأساسات بتاعتنا شكرا